وإحنا بنتكلم بأننا بنقول مصر وقوة مصر على كل الأصعيدة وفي كل المناحي مصر من وقت ما تم تأسيس جهاز المخابرات العامة المصرية سنة 1954 على ما أتذكر وجهاز المخابرات العامة المصرية ضرب مثل قدام كل العالم إنه إحنا عندنا أسود أسود بمنتهى الزكاء أسود ركعت أجهزة مخابرات كانت أقدم أو تدعي أنها أكثر تفوقاً إلى الكل اتركع مش مرة ولا اتنين ولا عشرة وتوصيف عشرات المرات هو توصيف شديد التواضع كل مئات المرات أو حتى ألاف المرات ولما نحاول قدر الإمكان وإحنا نبحث فيه ما هو متوافر من قصص وقضايا مهمة وعمليات مهمة تم الإفراج عنها زي ما كنا نقرأ مثلاً الحاجات بتاعة الله يرحمه يا رب أستاذ صالح مرسي وما إلى ذلك تبقى أنت قاعد عمال بتقرأ وإنت عندك حالة من حالات الإنبهار ظابط المخابرات المصري وده بجد وربنا سبحانه وتعالى عالم في قلبي إيه؟ حد الزكاء جزء من ده إنه مصري بالمناسبة يعني جزء من ده إنه مصري المصريين أزكية ربنا سبحانه وتعالى خلقهم كده أما العملوا كل الحضارة العظيمة دي إزاي لما كان العالم كله في حالة من حالات الفوضى والبدائية كان المصريين بيعملوا لو صح التعبير ناطحات سحاب زي الأهرامات بهديف التوصيف الهندسي ناطحة سحاب ماشي؟ تمام ظابط المخابرات المصري لما بيتم اختياره وده جزء مهم جداً بيختاروا المخ وبيمر بكم اختبارات وفلترة غير طبيعية حتى ينال شرف إنه ضابط بالمخابرات العامة المصرية أحد أسود المخابرات المصرية رحمة الله عليه اللواء محمد عبد السلام المحجوب ألف رحمة ونور تنزل عليه زي ما حضراتكم عارفين هو أشهر محافظين الأسكندرية هو وزير التنمية المحلية الأسبق هو محافظ للإسماعيلية سابقاً يمكن ده السيفيل بسيط جداً من تاريخ اللواء المحجوب الله يرحمه يا رب والإسكندرانية كانوا يسموه المحبوب رحمة الله عليه المحبوب ليه؟ لأنه إسكندرانية شافوا وهو قاعد عمال بيطور هذه المدينة الجميلة بهذا الشكل ما بين قسين إحنا الناس العادية عرفنا اللواء المحجوب قبل ما يبقى محافظة اسكندرية ومن غير ما نعرف اسمه إيه كنا نعرفه باسم الريي الزكريا في مسلسل شهير جداً كتبوا الراحل العظيم أستاذ صالح مرسي دموع في عيون واقحة اللي كان بطولة الأستاذ عادل إمام ربنا يديله الصحة وإخراج الأستاذ يحيى العالمي رحمة الله عليه حلو فكان الأستاذ صالح أبيه لله يرحمه يجسد شخصية الريي الزكريا الرجل حاد الزكاء اللي عارف ينقي شخص معين اللي هو في الحالة دي كان أستاذ عادل إمام الله يديله الصحة يا رب وبالمناسبة الشخصية الحقيقية بقى كان عنده محل بآلة في المهندسين قريب من بيتنا وكان جنب بيت خلي لطفي في شارع اسمه شارع الرشيد وكنا وإحنا عيال زغيرين طبعا شوفنا بقى المسلسل فكنا ناخد بعضنا ونروح المحل علشان يمكن نقابل الشخصية الحقيقية دي وكنا نوع بقى نسأله وفين الرئيس زكريا ومش عارف إيه وحاجات زي كده الرئيس زكريا اللي عمل هذه العملية اللي ركعت جهاز مخابرات معادي اللي ركعت دولة معادية هو اللوى محمد عبد السلام المحجوب واحد من أبرز الشخصيات اللي تركت بصمة واضحة في العمل الاستخباراتي على مستوى العالم المخابرات العامة المصرية يا جماعة واللي مش عاجبه الكلام بلاش نقول كده هو حر حلو؟ بس الخبرات العامة المصرية لحد اللحظة اللي احنا وقفين فيها دي لو انت مشغل دماغك مظبوط مش مشغل دماغك في الأي كلام وفي الهابولي هتعرف انها لحد دلوقتي بتركع اي حد يقف وش مصر بتركعه تركيع تركيع بالمعنى الحرفي والكامل محدش يقدر يهوب اللي بيفكر بيلاقي على طول دول ودول كبيرة ودول غنية ودول قوية كله نزل على الأرض حلو؟ الجهاز ده كان من ضمن رجالته سات الله المحجوب الله يرحمه يا رب وبالمناسبة اسهامه في العمل الاستخباراتي زي اسهامه في العمل السياسي زي اسهامه في العمل الإداري كمحافظ للأسكندرية ومحافظ للإسماعيلية كان دائما له اسهام واضح وبارز دوره العسكري والسياسي الكبير اسهاماته في التاريخ الوطني هي اللي بتخلينا نقف دلوقتي وإحنا بنترحم عليه من قلوبنا ونقف دلوقتي وإحنا بنقول إنه يستمر هذا الرجل محفور اسمه في أزهان الأجيال القادمة واحد كقدوة وواحد كرجل صاحب عمليات شديدة الأهمية وبالمناسبة يعني هو مسلسل دموع في عيون وقع حدا لم تكن العملية الوحيدة للرأي الزكري لم تكن العملية الوحيدة ولا القصة الكبيرة الوحيدة لدى اللي هو المحجوب فله عشرات البطولات زيه زي أسماء كتير موجودة ربنا يدي الصحة للي موجودين يرحم من رحلوا عن دنيانا ليست كل الأمور قيد العلن دائما إحنا نفت نقايا خلاص منتكلم على إيه منتكلم على ملفات بالمعنى الحرفي أمني قومي زي ما كل الناس عارفه وبالمناسبة الجهاز بتاعنا ده ركع أدخن وأشهر أجهزة بصرف النظر بقى مش هنقعد نقول في أسامي بس يعني اللي حضراتكم شفتوه في رقفة الهجان أو في الحفار أو في دموع في ويون وقحة أو عملية هبس ليم هعد إيه ده اللي طالع على الشاشات اللي لسه مطلعش آلاف القصص ويمكن بعضها ما ينفعش ويطلع أبدا ترجمة نانسي قنقر